حراك ديبلوماسي مكثف في ليبيا في إطار جهود إقليمية ودولية هرامية لحلحلة أزماتها هود لم تنقطع أبرزها من الجار الجزائر التي بادرت بتقديم وساطة ودعوة لحوار الليبي الليبي على أرضها في هذا الصدد التقى وزير الخارجية الجزائري صبر بوقدوم قائد الجيش الليبي خليفة حفتر في مدينة بنغازي موجها دعوة لحفتر لزيارة بلاده وبحث سبل لحل الأزمة الليبية عبر ملتقى طرعاه الجزائر يجمع الأطراف الليبية دعوة حفتر وفق وسائل إعلامية جاءت بعد توجه عدد من الضباط الليبيين إلى الجزائر لتقديم معلومات ذات قيمة عالية عن عدد من الإرهابيين من الحملين للجنسية الجزائرية أبرزهم أبو مصعب عبد الودود ومختار بالمختار وزير الخارجية الليبي كان أكد في ختم اجتماع دول جوار ليبيا يناير الماضي أن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون ليبياً ليبياً ولكن بدعم من المجتمع الدولي مشدداً على أن دول الجوار ترفض أي تدخلات خارجية في ليبيا دولياً انطلقت في جناف محادثات خمسة زائد خمسة بين الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق في إطار لجنة عسكرية مشتركة ترعاها الأمم المتحدة لتثبيت وقف النار وزارة الخارجية الألمانية أعلنت عن عقد اجتماع جديد منتصف مارس المقبل لوزراء خارجية الدول التي تسعى إلى التوسط في اتفاق سلام بليبيا موضحة أن ألمانيا ستعمل مع مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار حتى تعرف الدول التي تخرق حظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة أنه يتعين عليها توقع عواقب ترجمة نانسي قنقر